اشتركوا في القناة اشتركوا في شوارعنا حتى احنا في متنزهاتنا عندما نرى المكان جميل والمكان لطيف اكيد بجهود وكفاح مثلا عمال بلدية محافظة كربلا اليوم احنا نطالب بتحقيق العدالة والمساواة لهؤلاء الفئة في مجتمعنا احنا بدورنا احنا نناشد الحكومة بهذا الشيء لكن احنا اليوم بدورنا شنو؟ بدورنا ان نجعل المكان اللي مثل ما شفنا نتركه مثل ما شاهدنا هذا المكان لا نقوم برمي النفايات هنا وهنا لكي يعني نساعد هذه الفئة الكادحة العمال هم رمز للتفاني والاخلاص اليوم جولتنا الميدانية ان شاء الله ايضا بهذا الخصوص مع عمال بلدية محافظة كربلا المقدسة مع زميلنا جلال طالب صباح الخير والعافية عليك جلال انت الآن في متنسده سيد جودة في محافظة كربلا المقدسة بداية نرجو منك ان تنقل تحايا تحايا كادر صباح كربلا والتهاني لهذه الفئة الكادحة بمناسبة عيد العمال العالمي صباح الخير جلال وراح اترك الحديث والتهاني لكم نعم صباحكم الله بالخير والعافية زميلتي العزيزة صباحكم عافية وعيد عمال مبارك لكل العمال بالعراق والعالم بالتحديد انا اقف عند متنزه سيد جودة المتنزه المركزي في محافظة كربلا واليوم الاجواء قد تكون شبهة ربيعية والجو جميل مع وجوه العاملين يعني بالتحديد يعني كوادر قناة كربلا في شعبة الاخبار المنتشرين في يعني على امتداد محافظة كربلا اليوم لهم مبادرة بتوزيع الورود على كل من يصادفهم من العاملين بشوارع مدينة كربلا واحنا اليوم اجينا بمتنزه سيد جودة للقاء ثل من الكوادر العاملة في هذا المتنزه الجميل في وسط مدينة كربلا واذا سمحت لي ان استضيفه معي مدير بليدية كربلا للحديث اكثر عن الاجراءات ويعني نبارك لهم عيد العمال العالمي في اليوم الواحد من ايار مرحبا مهندس حسن الشريفي مرحبا بك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبارك لكم عيد العمال العالمي اللي صادف اليوم واحد خمسة وطبعا متنزه سيد جودة من اجمل المتنزهات في مدينة كربلا جهودكم مباركة بس اريد اعرف اليوم انت يعني بالشارع ومنتسبي بلدية كربلا حدثنا عن الاجواء اللي صناعتها انت كمدير للعاملين في بلدية كربلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء نبارك لمهندسي النظافة في بلدية كربلا وكافة العمال الموجودين فيك مختلف الدوائر والقطاعات اليوم عيد العمال العالمي من كربلا الحسين من كربلا الدم والشهادة نبارك ابتداء لمهندسي النظافة في بلدية كربلا ولكافة العاملين في قطاعات الحكومية والمدنية وهؤلاء الشباب الكادحة من يبحثون على رزقهم بعرقهم وتعبهم وجهودهم هم لهم الفضل الأول والأخير وهم أن نكون لهم بالاحترام وكافة المساعي للمحافظة على حقوقهم في الحصول على كافة استحقاقاتهم في هذا اليوم نبارك لهم وخاصة ما يميز بلدية كربلا وعمالها ومهندسي النظافة نحن في بلدية كربلا نطلق عليهم مهندسي النظافة هذا اللقب ما أطلقنا عليهم نبارك لهم عملهم يتميز عن باقي الدوائر كونهم في هذه الأرض لها صفة معينة لها خاصية أخرى وهم أن يكونون هم بالصف الأول من خدام الإمام الحسين عليه السلام هم من يتصدون للخدمة في الزيارات المليونية هم من يستقبلون أول زائر يقدم على أقدس بقعة مباركة على هذه الأرض لزيارة المولى أبا عبد الله الحسين وأخيها بالفضل عباس وهم يكونون آخر من يودع الزوار ومن خدمة الزوار من باقي المحافظات وباقي بلدان العالم إذن لهم الفضل الأول والأخير في ديمومة العمل في كربلا ما وصلت إليه كربلا من مستوى ازدهار في النظافة والعمل وزيادة المسطحات الخضراء كذلك هناك العمل في المشاريع كل ما موجود كل عمران موجود في كربلا كل ما نلمسه من نقاء الجو ونظافة وبئة سليمة هو يعود الفضل إلى مهندسي النظافة في بلدية كربلا أستاذ قلت اليوم مع العاملين في مديرية بلدية كربلا بالشارع واليوم عطلة طبعا يعني الأجواء التي أضفتها قلت على العاملين هذه الوجوه الفلحة من الصباح التي يقومون بمدينة مهمة كمدينة كربلا يعني شنو اللي قدمت لهم اليوم وشنو هم المبادرة اللي قاموا بيها نعم ابتداء نحن نبارك لهم باركنا لهم في عيدهم العالمي وكذلك كما لهم من واجبات عليهم لهم حقوق نحن من منظر قناة كربلا الفضائية نطالب بالحكومة الاتحادية خاصة بتشريع الحمايات الضمان الصحي هناك العديد من التشريعات المتطلبات هؤلاء الطبق الكادحة بمختلف الشرائح مختلف الدوائر نعم زميلنا جلال هناك الضمان الصحي هناك العمل الاجتماعي هناك المطلب الرئيسي هو سلم الرواتب وتعديل سلم رواتبهم في كل دول العالم هناك سلم رواتب مرتفع يتميز عن باقي الفئات العاملة يتميز عن باقي الطبقات هناك لهم تمييز هناك لهم مخصصات أضافية تستحق نحن نطالب بحقوقهم أيضا في هذا نعم زميلنا جلال إذا كنت تسمعنا بالأكيد كان المهندس حسن يعني تقدم بجملة من المطالبات بحقوق يعني مهندسه النظافة مثل ما أطلق عليهم ويحق لهم هكذا تسمية وهكذا لقب إذا كان هناك بعض الأمان موجودين بالقرب من عندكم أولى بالتهنئة وأولى بالحديث عن نفسهم ومشاعرهم في هذا اليوم نعم نعم أنا بالبداية أحب يعني أقدم باقة ورد مجموعة قنوات كربلا لمهندس حسن مدير بليدية كربلا باسم مجموعة قنوات كربلا ومن ثم يعني أستدعي يعني مهندسي النظافة الموجودين بهذا المتنزه الجميل أيضا ليعطاهم الورود وأيضا ليتهنئتهم متفضل هنا صباحكم الله بالخير والعافية صباحكم الله بالخير والعافية والإيمان نباق لكم عيد العمال العالمي اليوم يعني هو عيدكم وأحنا مدينيين ومحافظة كربلا مدينة لكم يعني شن شعورك واليوم يعني هو يوم يعني عيد العمال العالمي السنوي الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم مناسبة هذه الاحتفالية ولو أنه قليل بحقنا مهما يكون ومهما نحكي أحنا وهذا قليل بحقنا لأنه بصراحة نستحق أكثر من هذا كل سنة وكل عام الحمد لله والشكر طبقتنا الكادحة أنه المهام اللي بعاتقها تقدمها ما تقصر إن شاء الله وخاصة سيد المدير ما تقصر بحقنا بتاتا الحمد لله والشكر كل عام أنتو بألو بخير وأنتو بألو بخير وهاي ورحمة الله جزاكم الله خير وداية فضل للأخ الورود إلى هذه الشيبة العاملة الكادحة هؤلاء هم هم من يبنون المجتمع هؤلاء هم من يحققون الرقيب في المجتمعات العالم نعم أنا أدعوك بإسم مجموعة قنوات كربلا لتقديم باقي الورود للأخو المنتسبين تظلينا يعني نبارك لك اليوم شكرا لك شكرا لك شكرا لك وحشينا اليوم مشاعرك وانتو شوف يعني مدير بلدية كربلا والأخوة يعني بهذه المبادرة والله أستاذ أشعر بالفخر تجاه كربلا يعني أخدم كربلا مدية الحسين عليه السلام وإن شاء الله ننسى لله التوفيق لخدمة مدية كربلا يعني لمساتكم واضحة بهذا المتنزه اليوم لمساتكم بكل محافظة كربلا يعني نحيي جهودكم وانبارك لكم وكل عام انتم بخير شكرا جزيلا لك إذا اتفضلي اتفضلي هنا اتفضلي حبيبي أصبحكم الله بالخير أصف لي مشاعرك اليوم وانت شوفوا الاهتمام هذا العالي ولو يوم بالسنة يعني المواطنين يهتمون بيك مدير البلدية يعني كل طبقات المجتمع وأكيد وإنت ماشي بالشارع اليوم تلقيت التهاني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أشكر السيد المدير وأشكر حضوركم وتواجدكم ونحن نشعر بالفخر أنه نخدم مدينة كربلا وأنا أهني كل أخوان العمال بهذا اليوم من خلالكم وأهلا وسائل بكم حياك الله شكرا جزيلا نعم مهندس حسن نداسي محد سؤال الأخير يعني فيما يخص ضمان حقوق العاملين أين وصلتم يعني في المطالبة بتشريع هذا القانون نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا القانون ينشطر إلى عدة أبواب من ضمنها الضمان الصحي هناك أيضا الرعاية الاجتماعية هناك سلم الرواتب هناك استحقاقات للمتقاعدين هناك مخصصات خطورة تضاف إلى رواتبهم كونهم يتعاملون مع مواد كيميائية مع مؤلوثات إسوة بواقي الوزارات وما يمتلكوه موظفيها من مخصصات خطورة نعم نحن معهم ونقف نحن أحسنتهم نؤكد هذه العبارة أنه ما يميز عمل عمال بلدية كربلا أنهما في الصف الأول من خدام الإمام الحسن نعم زميلتي العزيزة فعلا مدينة كربلا تستحق يعني إطلاق لقب مهندسي النظافة على هؤلاء ثلة لنظافة مدينة كربلا ويعني جماليتها وما تعبق بهذه الورود والأسجار في عموم محافظة كربلا تحية لهم في يومهم العالمي وإذا كان لكم أي سؤال أو أي أضافة أخرى تحية لك زميلنا جلال على هذه الجولة حقيقة الجميلة جدا مع هؤلاء الفئة من مجتمعنا الفئة الكادحة وشكرا جزيلا لتواجدك في متنزه سيد جودة وإن شاء الله دعما بالتوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا